مرحبا بكم أصدقائي مرة أخرى في برنامج يال الصحة مع الدكتور المهندس باللغة العربية الفصحة المبسطة واليوم أجيب على سؤال ما هي الطرق الطبيعية لرفع كفاءة جهازي المناعي الطبيعي خاصة في وقت انتشار نوع دلتا من فيروس الكورونا الحقيقة الطرق السريعة تشمل التالي رقم واحد يعني أن أجد طريقة لرفع درجة حرارة جسمي مثل أخذ حمام السونة أو أخذ حمام ساخن يوميا بدرجة حرارة يعني عالية يتحملها جسمي دون أن يعني أحرق جلدي لمدة عشر دقائق يوميا وفي نهاية الحمام يعني تستطيع أن تحول الماء إلى ماء بارد لمدة نصف دقيقة أو دقيقة حتى تحبس هذه الحرارة في الجسم هذه الطريقة تسمى العلاج المائي أو هيدرو تيروبي ويعني قد أثبتت فعاليتها في أنها تزيد أو تحفز الجهاز المناع على إفراص خلايا مناعية جديدة يعني تقي الخلايا الجسم من أن يدخلها الفيروس حتى إذا دخل الفيروس الجسم يعني هذه الخلايا تمنع الفيروس من دخول الخلايا داخل أن يدخل داخل الخلية في الجسم ويسبب المشاكل المعروفة هذا رقم واحد رقم اثنين النوم لمدة سبع ساعات يوميا على الأقل يعني في غرفة تكون مظلمة وحرارة الغرفة تكون منخفضة حتى يساعد هذا على النوم بعيد عن الضوضاء وبعيد عن الأضواء خاصة الضوء الأزرق يعني وقد يحتاج بعض الناس إلى أن يلبسوا سدادات في الأذن وأن يغطوا عينهم بكمامة العينين هذا يعني لا مانع منه ويفضل طبعا النوم قبل منتصف الليل لأن هذا يساعد في زيادة كفاءة النوم الشيء الآخر هي الرياضة الخفيفة الرياضة الخفيفة يعني مثل التمشية السريعة لمدة 15 أو 20 دقيقة يوميا أو ركوب الدراجة أو السباحة أو الرقص الخفيف أو حتى يعني عمل تمرينات كارديو عمل تمرينات خفيفة يوميا لمدة 15 دقيقة 20 دقيقة هذا أمر طيب يعني مرتين أو ثلاثة مرات في اليوم هذا يساعد أولا يساعد على تحسين عمل الجهاز المناعي ثانيا يساعد من كفاءة النوم الأمر الرابع هو أن يعني أنتبه للأطعمة التي أكلها الابتعاد بقدر المستطاع عن السكر المصنع والأطعمة المصنعة والأطعمة السريعة ويعني أتأكد أن هناك في الوجبات التي أكلها مصدر جيد للبروتينات وأشمل هذه الأطعمة في وجباتي مثل الراشي ماشروم أو فطر الراشي مثل الألدرباري أو البايلسان يعني هذا جيد جدا للجهاز المناعي الأطعمة التي تحتوي على الزينك الأطعمة التي تحتوي على فيتامين جيم أو فيتامين سي وأيضا الأطعمة التي تحتوي على فيتامين دال أو التعرض للشمس يعني لمدة نصف ساعة على الأقل يوميا يعني أعرض يدي ورجلي للشمس لمدة نصف ساعة إذا أمكن ما عدا ذلك إذا لم تتوفر هذه الأشياء في الأطعمة ممكن أن أخذها كمكملات يعني ألزنك 30 إلى 40 ميلوغرام يوميا فيتامين دال على الأقل ألف يعني تستطيع أن تأخذ أربعة آلاف وحدة يوميا دون الرجوع إلى طبيب هذا آمن جدا كما يعني أشارت منظمات الصحة هنا في الولايات المتحدة أيضا يعني أن تأخذ أشياء فيها أو تأكل أطعمة فيها البروبايوتك أو البكتيريا النافعة مثل الزبادي الطبيعي مثل اللبن الرايب مثل المخللات يعني مخلل الخيار ومخللات الكرومب والخضروات التزاجة والفاكهة التي فيها ألياف مع تمنياتي للجميع بالصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر